اكد سعارة وزير العمل والتنمية الاجتماعية سيد جميل بن محمد علي حميدان ان البرنامج الوطني للتوظيف نسخته الثانية الذي تم اطلاقه بتوجيهات صاحب السمو الملكي الامير سلمان بن حمد الخليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله يأتي ضمن رؤية سموه الاستراتيجية لتعزيز استقرار ونمو سوق العمل في مملكة البحرين وتعزيز افضلية البحريني في التوظيف وذلك لما يمثله توظيف المواطنين من محرك داعم للاقتصاد الوطني وادماج المواطنين في سوق العمل بوظائف نوعية وذات قيمة مضافة نتيجة لخلق البيئة المحفزة للانتاج وجذب المزيد من الاستثمارات المولدة للوظائف النوعية في سوق العمل وأكد حميدان لدى اجتماعه بالمسؤولين المعنيين بجهزة الوزارة المختلفة أهمية رفع جاهزية الوزارة واستكمال استعداداتها لتنفيذ مبادرات البرنامج بالشراكة مع صندوق العمل تمكين وغيره من الجهات ذات العلاقة وتكثيف التواصل الفعال مع أصحاب العمل لبيان المزايا التي يمنحها البرنامج للمؤسسات والشركات كما وجه حميدان الدعوة للمواطنين الداخلين الجدد في سوق العمل ممن لم يسجلوا مسبقا بالوزارة إلى المبادرة والتسجيل في قوائم الوزارة وذلك من خلال المنصة الإلكترونية التي خصصتها الوزارة لهم في موقع الوزارة الإلكتروني وأوضح حميدانا المبادرة الثانية بالبرنامج الوطني لتوظيف بتمديد فترة عرض الشواغر بالصحف المحلية لمدة ثلاثة أسابيع قبل منح تصريح العمل لصاحب العمل الذي يتقدم بطلبات الاستقدام من الخارج تعتبر فرصة مناسبة لأصحاب العمل والباحثين عن عمل من المواطنين لعقد اللقاءات والمقابلات لاختيار الفرص المناسبة وسوف تكثف الوزارة جهودها للتسويق والترويج بغرض بيان مزايا البرنامج وكذلك عرض الكوادر الوطنية المؤهلة وإجراء مقابلات التوظيف خلال فترة الأسابيع الثلاثة وأكد سعادة وزير العمل وتنمية الاجتماعيان نجاح تنفيذ البرنامج الوطني للتوظيف سيعزز من قدرة مملكة البحرين في السيطرة على معدلات البطالة في حدودها الآمنة والمطمئنة وتجاوز آثار وتداعيات جائحة كورونا ترجمة نانسي قنقر